كنت قد سألت في وقت سابق نائبة الرئيس في وود ميكنزي أن آن لويس هايتل عن توقعاتهم هذه وهي قالت أن هذه التوقعات لا تعد سوى سيناريو افتراضي وأن النظرة الأساسية ترجح استمرار الطلب على النفط لعقود قادم الرتابة لقد بنينا تقريرنا على افتراضات جريئة للغاية فعلى سبيل المثال صعود مبيعات السيارات الكهربائية بوتيرة سريعة لتصل إلى 30% من مبيعات السيارات في العالم بحلول عام 2023 وهنا نتحدث عن عامين فقط وهذا ما يجب أن يحدث إذا ما أراد العالم ابقى ارتفاع درجات الحرارة عند حدود الدرجتين المئويتين لكن هذا أيضا ما يجعله فقط مجرد سيناريو ولا يمثل نظرتنا الأساسية لأسواق النفط تشير توقعاتنا الأساسية إلى أن الطلب على النفط سيبقى عند حدود المائة مليون برميل يوميا بحلول عام 2050 على الرغم من أن الطلب على البنزين مثلا سيبدأ بالتراجع بحلول عام 2030 جهود مكافحة التغير المناخي أثرت على أسواق النفط وستستمر في التأثير لكن دعونا نكون واضحين فجهود خفض الانبعاثات ستستغرق وقتا ولا يتمكن العالم من إبقاء درجات الحرارة عند هذه المستويات بسهولة صحيح أن الطلب الصين على النفط قد ينخفض في مرحلة ما وكذلك الأمر في الولايات المتحدة وأوروبا لكن في بقية مناطق العالم سيكون من الصعب تقليل استهلاك النفط بسبب النمو السكاني والاقتصادي في هذه الدول لذلك فإن تحول الطاقة سيستغرق الكثير من الوقت هذا واستبعت تهايتل وصول العالم لذروة الطلب على النفط قبل العام 2035 مشيرة إلى أن الطلب على النفط في الاقتصادات الدامية والناشئة سيستمر بالنمو حتى أواخر العقد المقبل على المدى القصير نرى نموا قويا للطلب على النفط سيصل إلى 6 ملايين و200 ألف برميل يوميا خلال هذا العام مقارنة بهبوط بلغ نحو 10 ملايين برميل يوميا خلال العام الماضي لذلك التعافي يحدث في الواقع بشكل عام لا نتوقع حدوث تعافي كامل للطلب على النفط حتى النصف الثاني من عام 2022 لكن بسبب اتفاق أوبيك بلاس وطباطئ نمو النفط الأمريكي فإننا نتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط وفي الوقت نفسه نستبعد وصول العالم لذروة الطلب على النفط قبل عام 2035 الطلب على النفط بالاقتصادات المتقدمة سيبدأ بالتراجع بحلول عام 2030 لكن الأمر لا يحدث في الاقتصادات الناشئة والنامية حتى أواخر العقد المقبل humble مراقعين مراقعين اشتركوا في القناة